ألف ودس وعلى آله وصحبه ثم ما بعد هذه قراءة من سنة نبي داود باب الإمام يكلم الرجل في خطبته يا سلام ممتاز الحديث الواحد والتسعون بعد الألف ممتاز هنا نأتي للترجمة نقف كما تعودنا نقف عند الترجمة إذا بدأ الإمام في خطبته فليس لمأموم أن يكلم مأموما قال عليه الصلاة والسلام ومن قال لصحبه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له يكرهين للمأمومين أن يتكلم ولا بالإشارة ولا بالإشارة ورخص بعض أهل العلم بأنه إذا كان هناك من يخطئ فيشير الله وقال به الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع لكن الحديث واضح وابن عمر عند مالك وغيره أن رجلا أشار أن مولا كلم سيده يعني يبدو أن الخطبة طالت عليه فدخل عليه وقال هيا بنا يا مولاي فأشار إليه أن أصبت فلما انتقضت الصلاة قال ابن عمر للرجل أما صاحبك فحمار وأما أنت فلا جمعة له ثم ساق الحديث ومن قال لصاحبه أو كلم صاحبك الحمار يحمل أسفار ومن أشار له أن أنصت فلا جمعة فلا جمعة له أي من تكلم مع صاحبه والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفار وهذا فأقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قال للرجل مثل هذا إذن الضابط في المسألة أن الإمام إذا صعد المنبر وبدأ في الخطبة فلا أحد يكلم أحد ولا أحد يشير إلى أحد ورخص في الإشارة كما قلنا شخص المسألة العالم المسألة الثانية إن جلس بين الخطبتين قالوا لا بأس أن يكلم المأموم مأموما لأن هنا ما في خطبة إذا جلس بين الخطبتين قالوا إن قال السلام عليكم ثم جلس فرفع الأذان الثاني قالوا وهنا أيضا لا بأس إذن الضابط طوال ما الإمام في الخطبة فالجميع عليه بالسكوت فالجميع عليه بماذا عليه بالسكوت وإن كان من توجيه فإنما يكون من الإمام للمأمومين وفيها حديث سليك الغطفان لما دخل وجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والركعتين قال لا قل قم فصل لهما وتجوز فيهما وهنا إذا رأى الإمام على المنبر شيئا يحتاج إلى التوجيه وجه الناس طفل يعبث بقارورة ماء هذا يعبث هذا نائم هذا دخل ولم يصل لركعتين تحية المسجد فهنا مسؤولية من الإمام أن يوجه كل هؤلاء نعم لا مانع هنا لأنه خلاص أصبح نحن في نفس الموضوع الكلام بين من نحن قلنا بين الإمام والمأمومين نعم نعم هنا يبقى الأمر كما رخص من رخص أن تشير إلى ولي أمره اللي معاه لوالده فقط نعم تشير له أتكلمه العلم على ما هو سن التميز الذي أتبهه الطفل إلى المسجد منهم من قال خمسة منهم من قال سبع لحديث أبي داود مروا أولادهم بصلاة لسبع ضربهم عليها لعشر فرق بينهم في المضاجة فلا شك أن أقل من ذلك سيلهي أبا وسيلهي الآخرين وأيضا من الأحاديث في كلام الإمام مع المأموم في ذلك ضجل الذي دخل فقال هلك الزرع والضرع يا رسول الله في حديث الاستسقاء وكان النبي على المنبر فاستسقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم هذا من الشيطان قال عليه الصلاة والسلام النوم في الجهاد من الرحمن والنوم في الخطبة والصلاة ومجالس العلم من الشيطان فالإنسان عليه أن يغالب هذا النوم حتى ولو قام وغير المكان فالإمام هل يزعني حتى؟ أيوة نعم نحن قلنا نعم لا مالحين أن يقول له أوقذ هذا إلى غير ينبهم على الاتقاء والاحتباء أيوة نعم كل هذا نعم الحديث عند أبي داود فيه مقال عند بعض العلم حسن والآخرون نهى عن الحبوة يوم الجمعة الاحتباء هذا هو الذي قال ابن حزر لأن هذا الذي يدعو إلى النوم هذا هو الاحتباء هذا أصل فيه قال يجمع ركبتيه بأي نعم كراها تريد احتباء يوم الجمعة أيوة نعم وبعض الناس يجيب عمامة ويجيب شماعة ويجيب يعني مأزم خاص لذلك هذا خلاص انت جرس كده متمكن مطمئن تلقي نفسك أنك نمت قال ولأنه يجلب النوم والنعاز ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة قال حدثنا يعقوب ابن كعب الأنطاكي قال حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج هذا نسب إلى جده وله كنيتان مميز أبو خالد وأبو أسامة وهو يدلس الحديث هذا عن عان عن عطاء عن جابر قال لما استوى رسول الله عن جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصار قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد قال اجلسوا عباد الله النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود كان خارج المسجد فسمع فجلس هذا الدلالة على سرعة الإجابة للنبي عليه الصلاة والسلام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود وجه الدلالة هنا وجه الدلالة هنا هو كلام الإمام مع المأموم نعم صحيح قال عبد داود هذا يعرف مرسلا إنما رواه ناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخلده وشيح نعم لأن عطاء ما سمع من جابر فأرسله الرواية في مدون الصحابي تكون إرسالا ليروية التابع إلى النبي هذا مرسل لماذا؟ لأنه أرسله أسقط واسطة اللي هو من؟ اللي هو الصحابي نعم لكنه مرسل صحيح ووصله بعضهم نعم تبدأ بيقول مع شوائد لشيح عشان يوصل للصحاب نعم هو له طرق أخرى متصلة ونفس الحديث له طريق آخر متصل وأبو داود كما في رسالتي لأهل مكة أبو داود لا يأتي إلا بالحديث الأول هو حديث الشاهد الباب الذي بعده هو الذي يكون في المتابعات هذا من هجابي داود نعم يعني أول حديث أبو داود يحطه في الباب هو حديث الشاهد هو الحديث القوي عنده اللي بعد يأتي متابعات نعم 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 حسب نحن قلنا طبعا ذكرنا لكم الأدلة الأقوى من ذلك التي في الصحيحين هي قصة سلك الغطفاني وقصة حديث أنس في استسقاء النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام نعم نعم ترجماتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر